هللت وسائل الإعلام في العالم لتقدم جو بايدن النائب السابق للرئيس أوباما على منافسه الياسرية برني ساندرز فيما يسمى بيوم الثلاثاء الكبير في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح للحزب الديمقراطي الذي سيواجه الدونالد ترامب اختيار مندوبي الولايات لمؤتمر الحزب الديمقراطي الذي سيختار مرشح الحزب في يوليو تموز المقبل لم ينتهي بعد ولكن اليوم الثلاثاء الكبير يكتسب اهمية خاصة اذ يتم فيه اختيار ثلث مندوبي المؤتمر ولكي تكون الصورة اكثر وضوحا فان النتائج الولايات التي صوتت حتى الان تفيد بحصول بايدن على 666 مندوبا ساندرز على 588 الى جانب 106 لبلومبرغ و98 لورن والمرشحان الاخيران انسحب من السباق لصالح بايدن الذي حشدت المؤسسة التقليدية للحزب وعلى رأسها باراك اوباما كل امكانيتها لمنحه هذه الدفعة القوية ويأتي رد الفعل الاكثر اهمية على نتائج الثلاثاء الكبير من وولد سريت التي حيت الى جانب الاعلام تقدم بايدن وارتفع مؤشر دو جونز للبورصة الامريكية بما يتجاوز 4.5% كما ارتفع نزاك مؤشر شركات التكنولوجيا بما يقارب 4% وبالقاء نظرة اكثر تفصيلا نكتشف ان الاسهم التي حققت هذه القفزة في المؤشر العام كانت اسهم شركات القطاع الصحي سواء شركات التأمين الصحي او صناعات الادوية ذلك ان ساندرز يقترح في برنامجه نظام تأمين صحي شامل تضعه وتديره الدولة بينما يكتفي بايدن ببعض التعديلات على انظمة التأمين الصحي الخاصة ورد فعل البورصة يوضح طبيعة التحالف المعادي للمرشح الياساري والذي تقوده المؤسسة التقليدية في الحزب الديمقراطي نفسه خصوصا وان ساندرز تعهد في برنامجه باصلاح تركيبة الحزب ومكافحة المؤسسة التقليدية فيه والهدف المعلن للديمقراطيين هو مرشح قادر على هزيمة ترامب ويؤمنون ان المرشح الوسطي هو المرشح المجدي في مواجهة الرئيس الحالي المشكلة ان المرشح الديمقراطي الوسطي الحقيقي بالمقاييس الامريكية كان بلومبرغ والذي قارنت الصحف الفرنسية بينه وبين ماكرون بينما يكتسب بايدن كل اهميته السياسية من نصيبه السابق كنائب لأوباما وهو لم يقدم برنامجا محدد معالم بينما يطرح بيرني ساندرز ومنذ زمن طويل برنامجا لتغيير جذري يثير مخاوف الطبقة السياسية ولكنه يلقى تأييدا متزايدا لدى الناخبين الديمقراطيون يمكن ان يختاروا بايدن بالفعل وهو الذي يقول انه رجل النتائج المضمونة في مواجهة وعود الثورة ولم ينتبه الى ان الناخبين في مختلف بلدان العالم دخلوا في مرحلة جديدة منذ الازمة المالية الكبرى عام 2008 وان انتخاب رئيسه باراك اوباما في عام الازمة كان وعدا بالثورة وان ان انتخاب ترامب كان ايضا وعدا بالثورة ولكن في اتجاه اخر بينما منيت مرشحة مؤسسات الحزب والدولة التقليدية هيلاري كلينتون بابشع الهزائم